بعيون تائهة النظرات يفتش عن شيء يشبه ما اعتاد عليه في سنوات عمره القليلة حمدان طفل أجبرته الحرب على النزوح مع أسرته إلى قرية نائية بحثا عن حياة آمنة أعريب أنه نحق القصف حق الحودي في منطقة الملكة بمديرية المعافر محافظة تعز يقيم هذا الطفل مثله مثل الكثيرين من أقرانه النازحين الذين باتت مساكنهم وجهة للقذائف وملاعبهم حقول ألغام وعبوات ناسفة كما يقول أهالهم لا أكل ولا شرب ولا فرش ولا ماوة ولا معنا شيء زي ما تشوفوا طفال نقيا وأمراض النصب النهون بهم تكسر والنصب النهون بهم نصبع زائدة يعني أمراض بكل شهر نحن نعالق لكن الآن ما معاناش سمعت يعني تقزع المنظمة تصور نحن تسجن نحن بدون ما يندلنا شيء بدون ما يندلنا حقا لا غضاء ولا بور ولا بطانة عطم نحن ولا مفارش عطم نحن ولا عطم نحن شيء هربوا بحياتهم من حرب الميليشيات الإنقلابية تاركين خلفهم مكاسب السنين وذاكرة المكان لكن حياتهم ذاتها باتت اليوم مهددة بالمجاعة وانتشار الأمراض هنا حيث حطت هذه الأسر رحالها طلبا للنجاة من موت محقق يقتنوا هؤلاء في أقرب نقطة آمنة عن مناطق الاشتباك وأبعد نقطة عن كافة أنواع التدخلات الإنسانية والإغاثية فواز الحمادي لقناة بلقيس من أحد مخيمات النازحين بمديرية المعافر تعز